وإلى حياة كريمة حيث قال محافظ بني سويف محمد هاني غنيم إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تسير وبخطة متسارعة داخل المحافظة وهناك توجيهات بزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروعات في المواعيد المطلوبة وأوضح المحافظ أن عددا كبيرا من القرى في المرحلة النهائية للانتهاء من البنية التحتية وهناك مشروعات أخرى تعمل بالتوازي كالمدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب طبعا الحمد لله مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها في بني سويف تسير بخطة متسارعة نقدر نقول إن احنا مزودين الضغط والتوجيه بزيادة معدلات التنفيذ عشان شاء الله نلحق نخلص في المعادة المطلوب خلينا نقول إن عدد كبير من القرى الحمد لله في المرحلة النهائية من أعمال إنهاء البنية التحتية إحنا في بعض القرى زي ستسو وطنسا بني مالو إنه إحنا بنحط دلوقتي فيها طبقات الأسفل تخلاص بعد ما تم التهاء من كافة البنية التحتية طبعا المشاريع اللي هي تنتهى عند البنية التحتية فيه مشاريع أخرى زي مشاريع المدارس والمستشفيات والوحدات الصحية اشتركوا في القناة